للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب أمرنا بعدم أذية الناس حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا صار قاعدة في كل الفقه الإسلامي فقال لا ضرر ولا ضرر نهانا أن نضر أنفسنا وأن نوقع الضرر بالناس وهذا معنى ذلك الحديث المتفق عليه في صحته لا ضرر يعني توقعه بنفسك ولا ضرار أي لا توقع الضرر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة في حجة الوداع وسميت بالوداع لأنها كانت من آخر ما اتصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أمته يقول إن أموالكم وعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في موقفكم هذا وهو يتكلم وهو في عرفات ركن الحج فعلم من ذلك أن المسلمين من سلم الناس من لسانهم وإيديهم وبطشهم فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كل هذا جعل الاهتمام بعدم إيقاع الأذية بالناس من أس الدين وجعل الأذية التي يوقع أحدهم إياها بالناس من المحرمات من المحرمات قد تكون من الكبائر فيها محاسبة وفيها عقوبة في الدنيا والآخرة ونهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نوقع الأذية بالناس الذين يذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وصارت هذه أيضا قاعدة كبرى في دين المسلمين العصر الحديث اجتمل على الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة وتزايدت سرعتها ووتيرتها حتى أصبحت تكاد أن تكون مع كل أحد من بني البشر حتى أولئك الذين شردوا من ديارهم هناك الآن نحو سبعين مليون مشرد خرجوا من ديارهم بسبب الحرب أو بسبب الاحتلال أو بسبب الظلم أو بسبب القتل على الهوية أو بسبب التطهير العرقي سبعين مليون إنسان في العراء سبعين مليون إنسان هكذا وهم فقراء لا دار لهم ولا مال ولا وطن لهم ولا سكن أغلبهم نحو سبعين في المئة منهم يعني نحو خمسين مليون منهم من المسلمين يعني في سبعين مليون مشرد في العالم منهم خمسون من المسلمين وتكلمنا مع الأمم المتحدة يا جماعة دول مشروع للإرهابيين لأنه شخص مشرد ولا يتعلم ويقع تحت وطأة قصوة الحياة بكل معانيها فيجمع بذلك بين الجهالة وبين الفقر مما يؤدي إلى المرض ومما يؤدي إلى مصادمة بينه وبين الكائنات وحينئذ يتلقفه طيار الإرهاب من أجل التفجير قبل التفكير ومن أجل التدمير قبل التعمير فيا جماعة الخير نريد أن نتصل بهؤلاء حتى نعلمهم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة الإلكترونية التابلت فلو تدخلت الأمم طلباً للأمان من المشردين والذي لأن الإسلام والمسلمين يحارف في كل مكان ويحاصر في كل زمان أصبح هذا العدد الكبير منهم وأصبح هذا التهيئ لأن يكونوا بهذه الصفة التي لا نريدها جميعاً والتي تخالف دين الله فنريد أن نعلمهم أن نتصل بهم أن نلحق ما هنالك نعلمهم لغتهم نعلمهم دينهم نعلمهم التسامح نعلمهم منظومة أخلاقية نعلمهم الصبر نعلمهم حتى لا يقع فريسة في يد الآخرين نلحظ من هذا أننا مع التطور التكنولوجي الذي سوف وفي هذه الحالة نستغله فينقذنا من هذه المسألة المتردية التي وضعنا فيها غصباً عنها فنحن لسنا ضد التقدم ولا ضد التكنولوجي إنما نحن ضد قلة الأدب والديانة والسفالة ضد الكذب ضد الفساد في الأرض انتشرت هذه الوسائل التكنولوجية لكن انتشر معها شيء من العدوان وهذا العدوان يأتي مثلاً الصورة الأولى يجيب وشي وبحاجة اسمها الزكاء الاصطناعي يحط على فاعل الفاحشة فتنسب الفاحشة إلي فيؤذيني بغير ما اكتسبت ويشوه صورتي في وسط الناس بتوعي أو حتى عائلتي أو حتى من أحب أو حتى نفسي لأن هذا فيه ظلم ومن هنا لم يعد هذا الأمر النبوي حيث يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ما كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع يعني لا تصدق كل ما تسمعه ليس قاصراً على المسموع بالأذن بل المرء بالعي لأن الصور أصبحت مزيفة ولأن العدوان وصل باستعمال الذكاء الصناعي إلى ما وصل إليه ولأن الإتاحة والإباحة والإباحية وصلت إلى أنها دخلت كل جهاز وكل بيت حتى في بعض الأحيان غصباً عن صاحبها فإذن يجب علينا أن نعود إلى التوثيق وعدم التأثر عندما نرى شيئاً فيه خلل يركبون هذا فيعتدون به على المشاهير ويعتبرونه نوعاً من أنواع الابتزاز الإلكتروني لكن الابتزاز الإلكتروني قد يكون بيني وبين المعتدي إنما أنا أتكلم الآن عن صورتي أنا عند الناس فيجب علينا جميعاً أن نتكاتف أمام هذه المعصية وهذا البهتان وهذا الإثم فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً مبيناً يعني فيه كلام يعني بين إياك إياك أن تصدق ما تسمع ولا تصدق ما ترى عن طريق هذه الوسائل الخائبة ووصفنا لها بالخائبة ليس اعتراضاً على التقدم وعلى ما تؤدي من خير لا إنما هذا الغرض الخبيث في أن نؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب الذكاء الصناعي تطور ووجد مادة فاسدة بدأت معانا من العشرينيات من قرن العشرين وهي الأفلام الإباحية وكثير من الناس يسأل عن تلك الأفلام وعن النظر إليها وعن العيش فيها وعن جعلها وكأنها ثقافة نستكمل حول هذا المعنى في نور الدين كثير من العلماء ولأن عندنا أن النظر إلى العورة بخلاف النظر إلى صورة العورة موجودة في الفقه الإسلامي ولكن هذا لا علاقة له بالإجابة على سؤالنا الحالي الإجابة على سؤالنا الحالي عملنا عليه أبحاث مع الشباب ومع الرجال ومع النساء الذين تعودوا أن ينظروا إلى هذه الأفلام وكان بحثاً وكان بحثاً دقيقاً ما مردود النظر إليها ووجدنا أن النظر إليها يؤثر سلباً في العقيدة يبا إذن إحنا انتقلنا من نظر عابر لشيء محرم على سبيل الكراهة عند حاشية ابن نجيم ولا عند الشيخ البجرمي إلى أمر له تعلق بالعقيدة فما هو هذا الأمر هو الاستهانة أنه بعدما يرى هذا البلاء يؤدي هذا عنده إلى أن هذا الفعل يستهان به بسيط هو دا جريمة بعدما رأينا هذه الأثار السلبية لتلك الرؤية استقرت الفتوى على الحرمة يعني لا يستدلن أحدكم بفتوى قديمة قبل ذلك البحث وقبل هذا الاستقرار واستقرت الفتوى أن هذا بلاء مبين وأن النظر إلى هذه الأفلام يؤثر سلباً في العقيدة ويؤثر سلباً في الحياة ويؤثر سلباً في منظومة الأخلاق وعلى ما جرى عليه عادة البرنامج من التفاعل هل هناك من يريد أن يسأل تفضل؟ بعض الأشخاص دلوقتي بيصوروا حياتهم الشخصية والأسرية وبيزعوها على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق الشهرة أو الربح هل المحتوى اللي بالشكل ده أو الأرباح اللي بتنتر عنه مخلفة للشريعة؟ هو في الحقيقة أنه سيدنا النبي تكلم عن زمن سيأتي فيسلب الله عقول أهل ذلك الزمان ويبدو أننا دخلنا في بداياته هذا كلام يعني خارج منظومة التعقل والحكمة العلا في هذا هو أننا نجعل النشاط سابقاً للتفكر ونجعل النشاط هو الأساس في حين أن التدبر والتفكر والنظر وبناء الأمور ثم بعد ذلك النشاط هو الأساس يشير إلى هذا عبد الواحد يحيى وأن هذا من بلاء العصر عبد الواحد يحيى يمكن مات 1950 من 74 سنة فاتت ينبه على هذا تنبيها شديداً إحنا بنعمل كده دلوقتي بنستجيب لكل هيعة وميعة من أجل ربح من أجل شهرة من أجل قضاء وقت اللي هو بنسميه اللغو ولذلك ده يعني مخالف للتعقل مخالف للتفكر هل في حد عنده أسئلة تانية تفضل؟ مولانا هل استخدام برنامج تسجيل المكالمات المتاحة للموبايلات يعد نوع من أنواع التجسس حتى كمان لو أنا عايز أستخدمه في إثبات حقوق معينة أو صلح معين ما بين الناس؟ القانون بينص على أن التسجيل يجب أن يكون مؤيداً من الجهات القضائية وهناك أنواع من التسجيل تقبل عند القاضي وهناك أنواع لا تقبل عند القاضي كل ما لا يقبل عند القاضي فهو نوع من أنواع يعني نوع من أنواع التعدي أو أنه يفعل ما لا يجوز فده في تفصيل كثير جداً ولذلك ننصح الناس بأن لا يعتدي بعضهم على بعض بهذه الكيفين لكن أنت ذكرت حتى في الوسط كده اللي هو أنه عايز يثبت حق من حقوق هي المصيبة الآن أن كل هذا لم يعد له فائدة بعد الزكاء الاصطناعي لأن الزكاء الاصطناعي يمكن أن يقولك ما لم تقل مسجل برضو كل حاجة وإنت لم تنطق بهذا ولا تعرفه وهذا موجود من زمن بعيد لكن الآن أصبح زي ما بتقول ببرامج بأشياء سهلة للغاية هذا خارم من خوارم المروءة هل في حد في البنات عايزة تفضلي؟ ما قلنا أنك أنت عايزة أسأل حول لك دلوقتي على السوشن ميزيا ممكن نلاقي كتب موجودة بشكل مجاني كورسات وبرومك كمان وفي ناس بيبقى معاه فلوس مثلاً توفر ده عشان تتعلمهم كده فإي حكم أن نحن مثلاً نقرأ كتب دي أو ننزل برومك ممكن أن نحن ننزل الكتب دي للاستعمال الشخصي وليس على سبيل العدوان على حقوق الآخرين لما بيطلع لي نسخة من الكتاب زي ما يكون عندي كتاب حتى مطبوة فبروح أصوره نفسي هذا مباح لكن أروح أنشره الراجل الناشر دفع فيه الشيء الفلاني وعمل منه ألف نسخة مش عارف يبيحهم وأنا عملت ألف نسخة تانية وزاحم بها السوق هو ده اللي حرام أما أن أنا أطلع على ما فيه بنسخة واحدة فده لا بأس به نعم تفضلي اسمح لي حضرتك أسألك على الأمراض اللي نتجت عن ظهور السوشيال ميديا يعني ظهر من الأمراض اللي ظهرت عن طريق السوشيال ميديا زي الابتزاز أو التحرش وفيه أمراض تانية بيبقى ليها علاقة بأن الشخص بيأذي نفسه زي ما بيقولوا عليه يبقى سكرين سليف طول الوقت ما بيعملش حاجة غير أنه هو قاعد يسكرول على الموبايل ومضيع وقته ومجهوده فإيه رأي حضرتك في الأمراض اللي ظهرت مؤخرا عن طريق السوشيال ميديا نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن اللغو عن إضاعة الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قد عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا فعل به وعن ماله من أين أتى به وأين أنفق فهنتحاسب على كل هذا ولذلك العاقل خصيم نفسه يجب على العاقل أن يعمر وقته بما هو نافع إما نافع في دنيا بعمارتها بالتعلم بالأمر بالمعروف والناية عن المنكر وإما نافع في أخرى بالعبادة والطاعة وتحصيل درجات عند الله سبحانه وتعالى هل هناك سؤال تفضل؟ أولانا عندي أولاد هل يحق لي أن أنا أنزل برنامج مراقبة أبوية عليهم وخصوصا مع السوشيال ميديا وأنهم على طول بيستخدموا الموبايلات ممكن يدخلوا على مواقع إباحية تحصل لهم أي شيء من باب الحفاظ عليهم؟ نحن عندنا الطفولة طبقا للدستور بتنتهي عند 18 سنة قبل 18 سنة يجوز لك الرقابة الأبوية بهذه الكيفية ولا يكون هذا تأليا على الأسرة وكذا لأن دي مسؤوليتك في التربية مسؤوليتك في المراقبة مسؤوليتك في المتابعة فلا بأس بهذا إطلاقا نعم يا مولانا كيف أتعامل مع الطفل إذا أدمن السوشيال ميديا ولم يرى أي شيء إلا هي تاخد بالك أولا أنه ما يدمنش السوشيال ميديا يعني هو ده اللي احنا بنقول يا جماعة واحد كفاية اتنين بالعافية لأنه تلاتة ده كتير مش هتعرفوا تسيطروا عليهم هو علشان كده علشان يكون تحت الرقابة الدائمة وتحت الرعاية الكاملة وتحت العناية الكاملة حتى نستطيع أن احنا يطلع أو أنه نكون أدينا بعض الذي فيه رقابنا تجاهه في حقوق لهذا الطفل كان ابن أبو العلاء ما تجوز فما تخلفش فكان يقول هذا ما جناه علي أبي وما جنايته على أحد فإحنا عايزين حكاية الخلفة دي إنها نشوف لها حل وإنه واحد يكفي في ظل هذه الفتن المقيمة التي دخلنا فيها تفضل فضلتك لو حد من أصحابي مثلا بيبعث لي صور أو فيديوهات إباحية اعمل عليه بلوك تفضل بالنسبة لي بعض البلاتفورمز اللي هي بتدي بتطرني بسؤال مرة ورد علي يقول يا مولانا أنا رايح الشاطئ بس بحول أغض بصر لا يا حبيبي اعمل عليه بلوك وخلاص تفضل بعض البلاتفورمز الموجودة اللي بتجيب أفلام أجنبية وخلافه أصبحت الأفلام الأجنبية دي فيها مشاهد مش بورنو صريح لكن إيه في التلفزيون برد لما ما دخلتش البلاتفورم ده بيتي أصبحت أنا متأخر أصلا في ناس بتتكلم في حاجات قولينا هتعمل إيه إنت راجل مسلمة هو وفاضل قولينا إيه الحل عشان كده نري بسأل فاضلتك أنا مش عارف أنا بسألك هو بقولك إيه في التلفزيون حتى وإنت أخرت عن العالم حتى لو تأخرت عن العالم طيب تفضل انتشر مؤخرا يا مولانا حتى على الإنترنت حتى مواقع المرهنات حتى في أطفال بيخشوا على المواقع دي وفي ناس بتحلل الموضوع ده بتقولك إن ديه في دول غير إسلامية فما دام في دول غير إسلامية من حقه يعني إنه هو يخش يلعب الألعاب دي يعني وكده فنرد عليهم إزاي هو جماهير الفقهاء هو جماهير الفقهاء على حرمة ذلك سواء كان هنا أو هناك وأبو حنيفة يقول إنه كل العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين مباح لكنه اشترط أن تكون أنت هناك يعني واحد مقيم في إنجلترا في أمريكا في كذا إلى آخره أما أن تكون هنا أو أن تتعامل هناك مع المسلمين فلابد أن تلتزم بالشريعة الإسلامية مع نور الدين نستمر نستهدي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وفيما يقيم أمرنا في هذه الحياة الدنيا ابتغاء سعادة الدارين إلى لقاء آخر أستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا